من اغرب المعلومات اللي هتسمعها النهاردة عن القطط انها بتقدر تحرك الفكين بتوعها الاعلى والاسفل فقط وده عكس الانسان اللي بيقدر يحرك فكه في كل النواحي طبعا بيقولك كمان ان القطط بتقضي 70% من حياتها في النوم فقط وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تربيها في المنازل عن باقي الحيوانات التانية اما فواياتها فهي بتقلل من نسبة الاصابة بالسكتة القلبية للناس اللي بتربيهم وبتحميهم بعد ربنا من امراض القلب وغيرها خد المعلومة الغريبة دي بقى بيقولك ان شنب القطط مهم جدا جدا في حياتها لانها من خلاله بتقدر تحدد المسافات وانها هتعدي الشارع ولا تصبر او هتصطى الطيور وكده المهم محدش يقص شنبها ابدا لو بتربوا القطط بيقولك كمان ان المصريين والقدماء اجدادنا الفرعنة كانوا بيعشاوا القطط جدا لدرجة ان لما قط فيهم بيموت بيحزنوا عليه ايام وبيعودوا بقى من غير قتله ولا شربه منهم اللي بيقص او بيحلق شعر حواجبه ما تفهمش يعني هي فرض من افراد العيلة ولا ايه الحكاية اخر معلومتين سريعا ان السمك الناي لما القطط بتاكله بيخليها عصبية جدا فبلاش تدايقها في الوقت ده في بريطانيا واليابان بيدفقلوا جدا بالقط اللي سود وده عكس بعض الناس اللي لما بتشوفوا في الشارع بتجري وراب الحجرة وبتقولك ده اشتاني عم الحج ولان رأيك بعد الوقت في التعليقات سمعت الكلام ده قبل كده ولا اول مرة ومن تنساش الدعم سيلا 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 42